اخواتي اليوم سوف نتكلم على انقلاب كبير لقيس سعيد لانه جهل تونس وطالبة بحل مشاكل عرب خطاب سعيد في قمة الجزائر يتير جدلا واسعا كذلك سوف نتكلم على صحفي المغاربة بمدينة وجدة يطالبوا برحيل قنصر الجزائر المتواجد في وجدة ويطالبوا بقضع العلاقات نهائيا لان هذا النظام تماد كثيرا في المضايقة وتحرشات الوفود المغربية اللي كتمشي الجزائر سواء الوفد الاعلامي اللي مشى لتغطية ديال الالعاب ديال البحر الابيض المتوسط كذلك اليوم كنشوف المضايقات للوفد الاعلامي اللي مشى لاشغال القمة العربية المنعقدة في الجزائر لهذا الصحفيين ينددون بقطع العلاقات نهائيا قبل ما نبدأ فرجائي منكم انكم دعموا هذه القناة بالضغط على زر اعجاب كذلك بالبرتاج والاشتراك ودائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله على بركة الله قد ندخلصوا بالموضوع قد نبدأ بقيس سعيد للكلمة ديالو في وسط القمة العربية فتحت عليها أبواب جهنم وشعلات القاضية في الشارع التونسي قد اخواني أخواتي أطار الخطب ديال الرئيس تونسي قيس سعيد في القمة العربية جدلا واسعا دفع المعارضة لاتهامه بتجهل مشاكل البلاد مقابل دعوة لحل مشاكل أشيقاء العرب وكان قيسون دعا في خطابه إلى دعم القضية الفلسطينية ووضح حد للخلافات بين الدول العربية وحل مشاكل الداخلية المتواصلة في عدد من الدول على غرار ليبيا وسوريا واليمن مضيفا إننا نؤسس لمستقبل أفضل لمنطقتنا والأمة كلها والإنسانية جمعا أتابع إن قمة الجزائر ستساهم في حل خلافات بين الدول العربية وتبنيها لشعار لمشمل يختزل ما نعيشه معا في شعور بالواجب للجامعة العربية وضرورة تجوز الأسباب التي أدت إلى الأوضاع الرهنة إننا نعيش في عديد من المناطق حربا في مواجهة من يريدون إسقاط الدول ولا يمكن أن نخرج منتصرين ضافرين إلا بوحدة الصف ولمشمل والقضاء على كل أسباب الفرقة والانقسام والاتفاق على التكاتف وغادي يخرج المحلل السياسي عبداللطيف الحناشي غادي يقول شكرا سيد الرئيس موقف عروبي ساليم غير أننا نأمل أن تقدم مثالا لما تدعو إلهي انطلاقا من تونس بأن تبادر بحل خلافات السياسية بينك وبين أبناء وطنك من سياسيين ومجتمع مدني ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد خاصة وأنت مالك لكل الصلاحيات وعلق النشط السياسي مهدي عبدالجواد الرئيس يرغب بحل مشاكل العالم ومشاكل العرب لكن مشاكل تونس ليست مهمة بالنسبة له وتسأل النشط آخر قبل أن يتحدث عن مشاكل دول أخرى لماذا لا يتصلح مع المعارضة والمنظمة الوطنية لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وخاطب عبداللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز الرئيس سعيد بقوله في كلمتك في الجزائر الشقيقة أسأت لتونس والشعبها وعمقه الحضاري ولقدرته وأضاف لو اقترحت جامعة الدول العربية الحقي السعيد بالأمم المتحدة ليشتغل على أفكار جديدة للعالم اقترح هو فالتونسيون موافقون وسنعوضه بمن هو أفضل منه تونس تستحق الأفضل وكتب رياض الشعب مستشار رئيس الحركة النهضة اليوم تأكد العالم العربي أن التونسيين يحتاجون للتضامن حقيقي إذا مبتلهم به الله وهو قيسون وكتب الوزير السابق رفيع عبدالسلام المشكلة الكبرى أن مشهد الخطابات البلهاء لسعيد الذي نرى كتونسيين وتؤلمنا قلوبنا في حل بلاد والعباد انتقل الآن على الهواء مباشرة إلى العالم العربي وما هو أوسع من ذلك عبر منبر الجامعة العربية وأضاف حصة تعديم مفتوحة لمدة نصف ساعة من الخطاب السريالي الفوضاوي حيث لا تعرف مقدمته من خواتمه القدفي كان على الأقل يتمتع بشيء من سلالة وخفة الروح أما القدفي الجديد فهو فقير مفليس إلى جانب كونه قلق العبارة وسقيم الليسان فيما قال النائب السابق هشام العجبوني إن سعيد يعاني في صامن في الشخصية مضيفا يتحدث عن وحدة الصف العربي والوحدة العربية وعن ضرورة الحوار وتجاوز الخلافات وإيجاد حلول للمشاكل والإشكاليات بين الدول العربية ونبد الفرقة والتفرقة ويفعل عكس ذلك تماما عندما يتعلق الأمر بالشأن الداخلي لتونس وهذه إخواني أخواتي ظل لمحة سريعة حول الانتقادات اللي لحقت قيس من طرف التونسيين أما الآن غد نمر لصحفيين مغربة اللي كيحتجوا على القنص الجزائري المتواجد بوجدة إخواني أخواتي بسبب سوء المعاملة لتعرض لها الوفد المغربي الوفد الإعلامي المغربي بالقمة العربية أشهرة بعد عودة سيد ناصر بوريطة إلى المغرب غد يخرجوا هاد الصحفيين أو مرسلون الصحف الوطنية المحلية بمدينة وجدة احتجاج على التعامل السيء من طرف سلطة الجزائرية لطالة الوفد الإعلامي المغربي أثناء تغطية دياله أشغال الجامعة العربية بالجزائر وجهد صحفيون في وجدة رسالة احتجاج إلى القنصر الجمهوري الجزائري المتواجد فيه بوجدة بسبب سوء المعاملة اللي تعرض لها الوفد الإعلامي المغربي خصوصا بعد تركهم في المطار لساعات طوال بعض صفار طويل من المغرب إلى فرنسا ومن فرنسا إلى الجزائر نظرا لقرار الجزائر لقطع المجال الجوي مع المغرب رغم أن هاد الوفد المغربي قام بكل ترتيبات الإدارية التي عادها سلطة هاد البلد وسجل هاد الصحفيين أنها تصرفات لا أخلاقية واللي أصبحت ممنهجة عند هاد النظام توجه الصحفي المغربي في حين سبق هاد الدولة يعني الجزائر أنطردت صحفيين مغربة لتوجه لتغطية فعالية الألعاب المتوسط بوهران وكانوا تعرضوا كذلك لمضايقات واستفزازات مجانية مثل احتجاجات في المطار تجسس عليهم استجواب معهم كأنهم إرهابيين أو لصوص أو مجرمين وتم ترحيلهم بعد ذلك إلى تونس بدون مبررات وفي هذه الرسالة الموجهة لقنس الجزائري لهاد الاستفزازات والمضايقات على أن الجزائر بما أنها عضو تلتزم بالمواتق المنظمة لحماية الصحفة لأنها عضو في الجامعة العربية وفي الأخير ندد على قرض القنس الجزائري بمدينة وجدة وقطع العلاقات يعني نهائيا معوحد النظام حقود النظام يكره كل ما هو مغربي وكل المغاربة قد الجار الحقودة لضيعت فرصة أنها تبيل حسن النية ديالها وعلى ما يبدو أن الجزائر كانت تعلم أن القمة العربية المنعقدة في الجزائر فهي فاشلة فاشلة قبل أن تبدأ أكثر من ذلك فإن رمضان العمامر إخواني أخواتي كان في هذه القمة غائب مقارنة مع السيد ناصر بوريطة اللي كان بحل أسد في القمة وكل إعلام يترقبه هنا إخواني أخواتي غادي يمشي العمامر وغادي يلتقط صور مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية والقائمة بأعمال مساعد وزير خارجة شؤون الشرق بقاعة لإحتضنات القمة العربية يائيل لمبيرت وهذه الدبلوماس الأمريكية هي إحدى مهندسات اتفاقية أبرهان ومنتدى النقب بإسرائيل إعلان الجزائر لم يتضمن في شيء إدانة دول عربية لأقامت علاقة مع إسرائيل هذا بحضور المسؤولة الأمريكية يائيل لمبيرت هنا إخواني أخواتي السؤال المطروح واش هذ الصورة ما كتبينش على تطبيع الجزائر مع إسرائيل وكذلك قاعدت واحدة الفضيحة أخرى من داخل القمة العربية أو القاعة اللي محتضنا القمة العربية في الرئيس أسبرجاني افتتح صفارة بإسرائيل علن عليها وسط القاعة باحتفال مرور 30 عام على العلاقة مع إسرائيل وهذا الرئيس كان كضيف شرف على القمة العربية من قلب الجزائر إخواني أخواتي من قلب الجزائر كيعلنوا على افتتاح صفارات وتطبيع مع إسرائيل ولكن المشكلة اللي عند الجزائر هو تطبيع المغرب مع إسرائيل حلال عليهم وحرام على المغرب